صباح الخير مشاهدين الكرام في كل مكان أسعد الله أوقاتكم وكل خير وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جيدة في برنامج إني لليوم موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم فيه عن ظاهرة بقت منتشرة جدا اليومين دول دغل إن هي أصبحت من أهم المشاكلات في البداية وقابل كل شيء أحب أرحب بزمالي الموجودين معايا في الستيديو أهلا بك يا رغضا أهلا بك يا أمي أهلا بك يا رغضا كلنا جونا فراغ وكتير مننا بيحاول يبني الفراغ ده من الخائج عشان كده ناس كتير جدا لاجت للإنترنت عشان تملي الفراغ اللي جوها وعشان تهرم بالمواجهات ولقاء الناس وبالطبع أصبح الإنترنت غطاء رائع لخاولين بستطيعوا من خلال أن هم يتواصلوا مع العالم الخائجي أو العالم افتراضي اللي هم وهبون نفسهم وعلى الرغم من أن الإنترنت أصبح من أكثر الوسائل التكنولوجية أهمية في الوقت الحالي لما له من إيجابيات وفوائد كثيرة لا يمكن الاستغناء عنها في معظم المجالات إلى أنه يمكن أن ينعكس على مستخدميه ليتحول إلى إدمان بمعنى الكلمة في إدمان الإنترنت مصطلح حديث لا يدركه الكثير بيشكل خطر بيهددنا جميعا وأي شخص بيعتبر ضحية ليه حتى يصبح العكس هو أيضا مرض العلماء شايفينه بنفس خطورة إدمان المواد المخدرة والكحول في أن كل منهم بيكون لي قوت التحكم في الشخص وده بيخلي المدمن مش بيقدر يتحكم في رغماته أو ميوله أو بتعاده عن الحاجة دي خاصة مواقع التواصل الاجتماعي ولأسف العلماء بيقولون أن أخطار السلبية دي هتبقى أسوأ بكتير من كده بسبب أن التكنولوجيا في تطور سريع ومستمر عشان كده العلماء بيسموه بالهيروين الإلكتروني نعم بجأتكلم عن إدمان إنترنت وبخصش بالذكر بس مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك وواتسا منستجرام تويتا ريتيوب لا كمان أنا بخص بالذكر الألعاب الإلكترونية والمواقع الإباحية في حاجة كمان أحب أضفها إدمان إنترنت عموماً مش بيرتبط بشخصيتك إنت أو مش السهل الأساسي في الإدمان الحاجة الأساسية مرتبطة بالإدمان ده هي الشركات اللي بتصنع التطبيقات وخاصة تطبيقات السوشيال ميديا اللي أصبحت جزء من حياتنا اليومية وخصوصاً بالنسبة للشباب زي الفيسبوك بقى بالنسبة لهم حاجة أساسية في حياتهم اليومية مقدورش اللي هما يستغنوا عنها لأنهم بيشوفوا فيه العامل أو الوسيلة اللي بتخليهم اللي هما يوصفوا حالتهم سواء الإحساس بالحزن أو السعادة ده غير إنهم بيلجأوا ليه في بعض الأوقات لأنهم بيفتقدوا إنهم بيكونوا علاقات في المجتمع الحقيقي فبيلجأوا في المجتمع ده لأنهم بيديهم الفرصة إنهم يكونوا علاقات جديدة ده غير طبعاً تطبيق التك توك اللي اكتسب شعبية هائلة جداً في مدة زمنية بسيطة وده بسبب إن الشباب بقوا مهتمين بيه جداً وخصوصاً إنهم بقوا يعملوا مشاهد ما بيقدرش يفرقوا بين الصح والغلط سواء المشاهد ديات ممكن توصل لمشاهد فاضحة اللي بتؤدي لقضايا مخلة بالأداب أو الدعوة للفسق وده بسبب عدم الرقابة على التطبيق من البداية ومش بس تك توك جاي كمان اليوتيوب الوقتي فيه ناس كتير بتسيب العمل أساسي بتاعها وتلجأ إن هي تعمل قنواتها على اليوتيوب من حيث إن هي تجمع فلوسه بس منها القناة دي أياً كان المحتوى اللي هي تقدمه للأسف تتربع المحتويات اللي بقت بتتقدمها على اليوتيوب الوقتي الهدف بتاعها بيكون 0% مفيش هدف أطلاً بيكون كل بالنسبة لهم اللي هو أنا هاخد فلوس منها على اليوتيوب وأنا قاعد في مكاني مش عامل أي حاجة ومش بس تطبيقات السوشيال ميديا هي سبب الأساسي في الإدمان فيه طبعاً تطبيقات تانية كتير ومنها تطبيقات الألعاب خصوصاً لعبة بابجي اللي انتشرت في الفترة اللي فاتت دي والحد دلوقتي لسه الشباب مدمنين عليها بشكل فظيع جداً والأسف استببت في مخاطر عديدة جداً منها العنف والاكتئاب لدرجة إنها وصلت للأكل وده بسبب عدم إرقابة من الأهل أو إن هما بدوش يتواصلوا بشكل إيجابي مع أولادهم وده مشكلة كبيرة جداً في المجتمع ولازم إن إحنا نحاول نتخططها لأنهم بيهربوا للمجتمع ده أو للتطبيقات دي علشان مش بيلاقوا الإحساس بالقوة في العالم اللي حواليهم فبيلجأوا للمكان ده علشان يشعروا بقوتهم وكان بكون إدمان الإنترنت إدمان سلوكي إلا أنه له علاقة قوية بكيمياء المخ خاصة بهرمين إدبومين المسؤول عن الشعار بالسعادة وهي أن استخدامك للإنترنت بيزيد إفراز هرمين إدبومين بشكل أكبر من المعتاد فبيخليك إن أنت تزيد من مدة استخدامك للإنترنت ولو قعد لو لما تكون بعين الإنترنت تبدأ تحس أنك أنت عاوز يستخدمه تاني ما تقدرش تكمل يومك من غيره لأن الإنترنت إدمان لما بنقول إدمان فهو فعلا إدمان مش مجرد استخدام الاسم قصيرة مبلغة اللي اخترع الإنترنت عارف أنه هو إدمان أن الشخص يدمن الحاجات إلا عليه ولو وصلت المرحلة متطورة من إدمانك للإنترنت بيوصل إفرازك للإدبومين بشكل أو يسوي اللي بتفرزه المخدرات فبيخليك تتعرض لإدمان وأنك أنت تزود مدة استخدامك عشان عقلك يفرز إدبومين أكتر ده غير أن نقص إدبومين ده في الحالة دي بيسبب بنوع معين من الإكتئاب وهو الإكتئاب المعتمد على إدبومين وده سبب حالات انضحار كبيرة جدا في بعض الدول وبعض الدول بتعتبره خطر وباء وكرسى بيهدد الصحة العامة للإنسان ومش بس ده الشيء المشترك بين المخدرات وبين الإنترنت إنما أعراض الانسحاب من تعاطي الإنترنت هي أعراض نفسية مثل القلق والتوتر والصدع وكمان أثار انسحاب تسلولوجية عدوية بتأدي لارتفاع في ضغط الدم وزيادة ضربات القلب أعراض الانسحاب من تعاطي المخدرات زي الهروين والكحولات وللأسف ظهر الدراسة الجديدة عن موقع بيزنس انسيدر بتقول إن عدد مدني الإنترنت وصل إلى 420 مليون مريض في بعض الدول الإنترنت عبارة عن مخدرات متخفية على شكل مبايل أو لابتوب إن إحنا ما ينفعش نتعامل معها باستهتار الإنترنت فجأة تحول الهوى صغير طبيعي ينشر أكتر من 400 صورة على إنستجرام وأكتر من 500 رسالة الإلكترونية بتتم على شبكة التواصل الإجتماعي وأكتر من 400 فيديو الإنترنت تتأثر حياتنا بشكل سلبي والتكنولوجيا بعد جزء اللي هي تجزأ من حياة الإنسان والحاجة الأساسية اللي لازم نوضحها طبعا إيه هي الأسباب اللي أدت لإدماء الإنترنت بالشكل ته طبعا في أسباب كتير منها الإجتماعية والأسرية انشغال أباء والأمهات في العمل وبيسيبوا أولادهم ضحية لسيطرة الإنترنت ده غير إن الإنترنت بيوفر السريات التامة المستخدمية وبشكل سهل الإنترنت وسيلة سهلة وسريعة لحصول على كافة المعلومات المتاحة حول موضوع ما لذلك أغلبية البحثين يلجؤون لشبكة الإنترنت للوصول لأهدافهم وغياتهم وإذا قام أحد الأشخاص باستخدام البحث حول أحد الموضوع المتاحة سينتهي به المطاف لقراءة العديد من الموضوعات والمعلومات المختلفة دون الانتباه أو التوقف أو عدم القدرة على التوقف ومضمن الأسباب دي برضو الهروب من الواقع ناس كتير جداً بتلجأ للهروب من الواقع العالم الافتراضي كنوع من التخلص من الأفكار السلبية والواقع السيء وضغوط الحياة اليومية والأشخاص اللي بيبقى عندهم اكتئاب دايماً وفيه توتر بيحسوا أنهم ملهمش مكانة في الأسرة أو ملهمش مكان بين الناس اللي موجودين فبضطر اللي هم يلجأوا الإنترنت أو حد مرر بتجربة فشلة في حياته وأيضاً التعبير عن الذات فيه ناس كتير بتقول أنا بعبر عن ذاتي عن الإنترنت أنا بخرج من العالم الحقيقي خش في العالم الخارجي العالم الافتراضي العالم اللي أنا مش عايز أي حد يعرف عني فيه حاجة أنا إحساسي في الوجود بيكون في العالم ده ده غير أن فيه ناس كتير ما بتكونش فيه على طبيعتها أو شخصيتها بتتصنع شخصيات تانية عشان تلاقي نفسها أو بتحس بتشوف الحاجات اللي عندها نقص فيها وبتكملها على مواقع التواصل الاجتماعي أيها فعلاً زي ما احنا قلنا في البداية أن فيه شباب كتير جداً بتلجأ لمواقع التواصل الاجتماعي لأنها بتفشل اللي هي تكون علاقات في الحياة أو بشكل عام مع الناس اللي حواليهم فبيلجأوا للشاشات دي لأنوا يبقاش عندهم يعني فرصة تانية أن هم يقدروا يحصلوا على علاقات جديدة طب إيه هي العلامات إدماء الإنترنت أو إيه هي العلامات اللي نقدر نقول بيها أن الشخص ده ملمن؟ إن إحنا أصبحنا نمتلك هواتف متطورة وده بيكون لها القدرة للدخول على الإنترنت خاصة إن إحنا بنمتلك خاصة باستخدام أجلس الكمبيوتر واللعب تبقى الموجودة في بعض المكاتب والشركات والمنازل وده بتسهل انتشار أدمان الإنترنت وعندك أيضاً علامات كتير جداً زي فقدان السيطرة على النفس الإنسان لما بيكون متصل للإنترنت ما بقدرش يسيطر على حاله وجود علامات الانسحاب زي القلق وعدم التركيز وعدم القدرة على أنه يعمل أي حاجة تانية النوب ومنشغل انشغال تان بالإنترنت سوق الأخلاق وفسدها بسبب الاطلاع على ثقافات أخرى وده بتغير من عادات الأشخاص وثقافتهم وتربيتهم الإصابة بالأرق والطرابات النوم بسبب الفترة اللي الشخص بيكون متصل بها على الإنترنت الشعور بالكسل والخمول والشعور بالإنطواء الخوف الكامل من الاختلاط مع الآخرين عدم القدرة على البقاء بدون الإنترنت أقل من ساعة وده تسببت في حالات طلاق كبيرة جداً في بعض الدول لأن الزوج بقى كل هم أنه يكون متصل بالإنترنت ويهمل لوجته وده تسببت في الخيانات الزوجية اللي بتتم على شبكة التواصل الاجتماعي والفشل في العمل أن الشخص بيكون متصل بالإنترنت وبالتالي بيهمل عمله أن الشخص المدمن عند حرمانه من المخدر بيعاني من أمراض نفسية وجسمية وكذلك المدمن الإنترنت عند الحرمانه من انقطاع الشبكة بيعاني من أمراض نفسية وجسمية وعدم التركيز على الإنترنت بشكل قهري وإحلامه وتخيلاته بقت مرتبطة بالإنترنت ده غير أولياء الأمور اللي بتخلي الأطفال تفتح قنوات اليوتيوب بهدف أن هي مثلا تتفرج على قنوات الكارتون للأسف هي ما تعرفش إيه المخاطر اللي بتبقى موجودة بعد كده في تحديات كتير بتبقى موجودة على قنوات اليوتيوب ممكن الطفل يشوفها هو طبعا في أطفال كتير ما بتبقاش فهمة أو مستوعبة إيه اللي بيحصل قدامها فبالتالي هتبقى عايزة تجرب أنا عايزة لأجرب مثلا اللي بيحصل ضوت فممكن يقذي نفسه من غير ما يفهم المعروف دايما أي مرض أو أي إدمام بكل علاج وأكيد طبعا فيه علاج لإدماء الإنترنت أيها طبعا فيه علاج لكن للأسف العلاج مستهل في المواضيع اللي زي دي لإن الشخص المدمن بيحتاج تأهين نفسي علشان يستعد للعلاج بس ممكن يديله حاجات بديلة زي حاجات مدادة للاكتئاب والفيتامينات والمهدئات لكن لازم بيحتاج بعض يعني إيه إنه هو يعمل تمامين إيجابية علشان يقدر يوصل للمرحلة دي ولكن الهدف من العلاج أساسا إن الشخص لازم يعمل توازن بين وقته على النت ووقته مثلا في العمل أو في حاجة مفيدة يعني طبعا صعب إنك تخلي شخص مدمن إنه هو يبعد بشكل نهائي على النت لإنه مش هيقدر لكن ممكن يحاول إنه هو يقلل من الاستخدام ولكن لو فيه شخص معين ما بيقدرش إنه هو يستغنى عن لعبة معينة أو موقع معين لازم يحاول يبعد عنها نقيا إن ده بيكون جزء من العلاج في دول كتير جدا بتهتمي بعلاج الإدمان الإنترنت وبكون أول اهتمامتها وفي مؤسسات متخصصة بتهتمي بصاحة المريض وبتكون بنشر طرق علاج للإدمان النفسي واخترته على المجتمع قد تتطور حالة إدمان الإنترنت ويحتاج علاجها إلى بعض الأشخاص لكن أغلبية الأشخاص يرفضون عدم اللجوء إلى هذا الحل وهناك طرق أخرى للخروج من حالة الإدمان وهي أن يجبر المدمن نفسها على عدم استخدام الإنترنت 12 أيام الأسبوع وأن يقيد نفسه بمدة زمنية أن يستخدم فيها الإنترنت وهذه المدة لا تقل عن نصف ساعة أن يمتنع تماما عن استخدامه للمواقع زي الدردشة أن هي مواقع مرتبطة بمجالات معينة وأن يمتنع تماما عن المواقع الإباحية اللي بتتم على شبكة التواصل الاجتماعي ولا يوجد شخص في العالم اللي يستخدم الإنترنت بشكل مستمر ولكن اللي يعني أن كل مدمن الإنترنت بشكل يوم يعدون مدمنين وليمكن يعتبر شخص بودمن اللي إذا أثر ذلك على ممارسة أنشطته العملية من رياضة وعمل وعلاقات اجتماعية للأسف الإنترنت بس مش أثر على حياتنا أو يومنا وعلى نفسيتنا وعلى عقلنا لا ده كمان أثر على تعلقنا بربنا في ناس كتير بقت بتسيب الفروض اليومية اللي هي مفروض تقوم بيها وبقى كل اليوم بتاعها نية مسكة الموبايل عملة تلعب فيه وخلاص نفيش أي اهتمام لأي حاجة تانية في حياتها سواء عمل أو دراسة أو أي شيء آخر والأسف خلوا الإنترنت هو اللي بقى مسيطر على حياتهم بشكل كبير جدا وغير إن إحنا بدل لما نستخدمه في التنمر الإلكتروني اللي بيعاني منه كثير من الأشخاص إحنا منكم نستخدمه في توفير المعلومات عند بعض الأشخاص وتطوير معرفهم صولة المشاركة والتواصل ده غير إنه وصلة اتصال سريع جدا بنستخدمه في العنوين والخرائط زي موقع JBS اللي بنحدد من خلاله الأماكن والتسوق الإلكتروني اللي بيتم من خلال الإنترنت لأي رجل أعمال عايز يتسوق حاجة عبر الإنترنت وأنه هو بيتم من خلال أن إحنا مثلا بندفع من خلاله الفواتير والمصرفات الدراسية وفيما يسمى بالتسوق عبر الإنترنت الإنترنت زي ما ليه أضرار أو سلبيات ليه فوائد برضو بس للأسف إحنا بنستخدمه في السلبيات أكتر ما بنستخدمه في الفوائد بتاعته إحنا مفروض مثلا نستخدمه في اللي احنا نعرف أخبار العالم نتواصل مع أي شخص في أي مكان مفروض اللي احنا نحدد وقته معين أو نقل من استخدامنا الإنترنت عشان نعيش حياتنا يعني بطريقة طبيعية ما يكونش فيها أي خلل ودي طبعا كانت نهاية حلقتنا وقبل ما نختم الحلقة أحب أشكر زملائي أمين ويغضى إن كانوا معين ويغضى وأحب أوجه كلمة من السادة مشاهدين طبعا إن التركان مشارك جدا كلنا عارفين الموضوع ده ولكن في نفس الوقت هو مش كويس طبعا بشكل مية في المية لكن لازم نحاول إن إحنا نبعد عنه لإنه بيأثر على حياتنا وتعلمنا وعملنا ويسبب لنا الاكتئاب والقلق فلازم نحاول إن إحنا نوازن بين وقتنا في العمل ووقتنا عملات وإن شاء الله نتقابل في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله صباح الخير عليكم أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في برنامجنا نيل اليوم قبل ما أدخل في موضوع حلقتنا أحب أرحب بزملائي إزايك إسراء إزايك إيمان إزايك إيمان نرجع تاني لموضوع حلقتنا وهو موضوع شديد للخطورة موضوع أصبحت طبيعة أو شبهي طبيعي بقينا بنشوف ناس كتير بتتدمر حياتها بسببه بيوت كتير بتتدمر سواء كانت حياة زوجية أو أسرية بين الأب والأم أو كانت الحياة الاقتصادية أو الاجتماعية موضوع ممكن يدمر مجتمع بحاله ممكن يدمر حياة ناس كتير وهو إدمان المخدرات إدمان المخدرات أصبح ظاهرة يعني سيطرت على شعب كتير وأطفال بقت بتوصل كمان للبنات في موضوع حلقتنا هنتناول الأنواع بتاعتها أنواع المخدرات وكمان الأسباب الأسباب اللي ممكن تخلي الشاب أو الشخص إنه هو يوصل لدرجة الإدمان وكمان إزاي تعرف ابنك أو بنتك بيتعطى المخدرات إيه الحاجات اللي هتظهر عليها بس في الأول هنتناول الأنواع فان المخدرات بقى لها تأثير سلبي جدا على الشباب الفترة دي وانتشرت بطريقة غير طبيعية في المجتمع سواء مثلا شباب أو بنات كله دلوقتي بقى أنه هو مثلا داخل في المرحلة دي وفي الأول كده في البداية نتعرف على إيه هي المخدرات إيه هي أنواعها زي مثلا الحشيش والأفيون والبانجو والكحلت بأنواعها والبدرة بأنواعها وفي مثلا زي المهالوسات والمناشطات وإيه لك بقى من الأنواع من الحشيش فيه أنواع كثير طبعا لسه موصلناش لها زين نقول إيه الأسباب اللي بتخلي الشباب ترجع للمخدرات ممكن بتبقى أسباب مشكلات نفسية ممكن عندهم مشاكل بياخدوها على سبيل التجربة أنهم حابين أنهم يجربوا نشوف عايزين نعرف إيه هتوصلنا لإيه أو هنحس بإيه لما ناخد المخدرات ممكن صاحب يجرهم للنحية دي فيبدأ أن هو أول مرة أنا عايز أجرب عايز أشوف بدون ما ياخد باله هي هتأثر عليه بعد كده إزاي يبدأ يحس بسعادة في البداية وبعد كده يبدأ أنه أنا عايز أجرب تاني ومتخيل أنها مش هتأثر فيه بالضبط هو أصلا يعني معظم الشباب بتاخد الحاجات دي عشان مثلا تهرب من الواقع لو مثلا واحد عنده مشكلة في البيت أو في أي مكان توقع بقى الضغط عليه الضغط مثلا في عمله إنه هو مثلا شاكل لو أخد الحاجة دي هتنشط مثلا معين ويشتغل ساعات أكتر وتساعده على التركيز وفي مثلا يهرب من المشاكل اللي هو فيها والواقع والضغطات اللي هو بياخده عشان ينسى وعنده حالة اكتئاب مع إن الحاجة دي في الأول بيحس إنه هو مثلا مبسوط وتمام وكل حاجة وبعد كده بتأثر عليه بالسلب وبتقلب بالعكس الاكتئاب توحد أيا كان بقى من كل الحاجات اللي هي بتعزله عن العالم كله ممكن واحد تاني يبقى عايزي أخدها علشان يظهر هو شايف إنه محدش واخد باله محدش واخد باله منه في المجتمع فأنا عايز أزبت نفسي عايز أبين نفسي للناس عايز أزهر فأبدأ إن أنا فيه شباب بدي أخدها اللي هو مثلا أنا لازم أبقى ستايل سبورت أي مادة طلعة جديدة اللي أنا عايز أجربها بقى اللي هو إيه يعني يا شوف نفسي قدوم صحبهم بيعتقدوا إنه هم ماشيين كده صح بدون ياخد باله إن هي هتسيطر عليه بعد كده وإن هتأثر عليه نفسيا وجزديا يبدأ يتأثر يدخل في حالات اكتئاب يدخل في هلاوس خوف عنده دايما خوف هلع عنده انفسهم في الشخصية بتفصله تماما عن الواقع في الحالة اللي هو بيبقى وقت ما بيبقى واخر المخدر للأسف ما بيبقاش متوقع إن هي بعد كده هتدمر وهو بيبقى حاطت في دماغه إن هي ممكن تنسي ممكن تخلي شوية يضحك تديله شوية نشاط شوية طاقة لكن بعد كده بتأثر عليه لهو ممكن تخليه جسة همدة أصلا بيبقى شخص مسخ مالوش ولا شخصية ولا حتى مبدأ يعني حتى ملامحه بتتغير بيبقى حتى ليه تشوهات وليه حاجات بيعمل في منظره بيعمل في حاجات كتير بتأثر عليه جسدي يعني جسمه بيتدمر يعني أنا دلوقتي بتحصل له مثلا خلل في خلايا المخ تلف في خلايا المخ نوبات تقلبية ممكن تحصل له انسداد الشرعين بتأثر على الكبد بتأثر على العين بتلاقي حمرار بتلاقي دايما لواء رهوك تحت العين بيهاجز بدري أصلا أيوة ملامح الوش نفسها وبتأثر على الجهاز التنفسي وكمان يعني بيفكد حسة الشم بتعمل هو ايه عارفها نزيف حاد فهي بتأثر عليه وفيه برضو مظاهر خارجية زي مثلا هو شكليا او مظهره زي ما قلنا العين وحمرار وغير كده انه مثلا بيحس بيديه مثلا مش قادر يمتك حاجة مش قادر يتملك عصابه وعنده دايما رعشة دايما بيحصل لأمور لو أنا أصلاح هدقاته والمنشطات بتعمل رعشة مع الاستمرار عليها كتير بتعمل رعشة في الجسم وفي الأعصاب بتقلي أصلا مفيش أعصاب ان انت تقدر تمسك حاجة لما جسمك بتلاقيه بيترعش مش قادر تثبوته طيب يحصل لأمور بسبب المخدرات هو بيبدأ انه هو يعني مثلا الترامدول دوت نازل انه هو مثلا ده علاج لحاجة معينة الناس دلوقتي بقت تستخدمه كنوع من الإدمان اللي هو مخدر انه هو يخضي نعم يعني دوت أصلا نازل في الأساس انه هو مثلا مادة معالجة لمرض اللوين أحاجة لو اتغذت غلط بتبقى أدناء في أقصال بتبقى مولودة عندها سرع وفيه كهرباء زيادة ده أصلا بيبقى تحت إشراف طبيب لازم إشراف طبيب ما ينفعش ياخده كده أصلا السيداليات ما تنزلهاش غير بيروش التاد بس في ناس بأسف في ناس بتحصل معهم لو اي مثلا زي صدمات صدمه حصلت له موقف أي حاجة بيبتدوا ياخدوا اللي هي المهدقات دي بقى واللي هو إيه باستمرار فعلا لو انا عايزة تخلص لو انا أخدها مفعولها روح برجع أخدها بيتمنها خلاص انت بتعمل إيه تعين انت مشكلة انت بتعقد مشكلة ده غير ان مثلا لو واحد مسؤول رب أسره وبياخد مخدرات بتأثر على الأسره بتاعته يعني تمام بالضبط يعني عايزة قلك مثلا اللي قاعد جنبك بياخد أكتر من اللي بيشرب سواء سجان دا غير ان هو كده ان هو اصلا بيرمي المسؤول يعني ما بيتحملش المسؤولية بيبدأ بقى خلاص هو فعلا تاني ما نبقاش وعي اصلا ان اي مسؤولية منفصل عن الواقع في حياته بيهمل في أولاده في مراته بيهمل في كل حاجة حتى لو ما كانش متزوج يعني مع أهله ببقى شاب بالضبط ام يعني عايزة قلك رغم ان هي اصلا بتعمل خمول يعني عايزة قلك في ناس بتبقى شغالة في شركات وقعدة اللي هو ابقى عارفة شفتي مثلا انت قدرت مشي العربية من غير بنزين قال له واطلا ما بيقدرش يشتغل اللي غير لما طول ما هو قاعد ياخد المادة دي وشغال تمام مركز ماشي خلصت جالي فهم انت وارجع قدعتين اصلا هي خلاص سيطرت عليه وعلى جسم وعلى عقله هو حتى لو عايز يبطل مش هيقدر يبطل مش هيقدر الا لما خلاص انا قررت اتعالج او حد من اهله قرر ان هو يعالجه لازم يروح لمصحة او مكان يتعالج او يعني في النقطة دي عايزين برضو نتكلم ونقول مثلا ازاي تعرفي لو ابنك او بنتك بيتغطى العلامات اللي ممكن تظهر عليه اللي هي العلامات البداية او اصحابه مين واتغيره وكده اه يعني لازم الام والاب ياخدوا بالهم من تصرفات ابنهم في البداية انا لو حستت ان ابني سلوك اتغير يعني بدأ تصرفات اختلفت اصحابه اتغيرت حصل لغبطة في نوم ونشاطات الاجتماعية بتاعته اللي كان بيعملها بطل خروجات وما بقى منعزل عن العالم ابدأ اخد بالي ولا هنا في حاجة غلط لازم اقف لازم ارجع لابني وابدأ اشوف الدنيا فيها ايه بغير انه بيبين عليه جسديا الاعراض كلها بتبين يعني هتلاقي دايما عينيه دايما فيها احمرار في ارهاق في النوم اللي التركيز بيبقى في حاجات كتير او يظهر عليه يعني وكمان تقريبا مش التركيز هو التركيز بيبقى بين عدم اه هعيز اقولك اصلا في البداية اول ما يبتدي ياخد المادة دات انت هتلاحظ عليها ازاي ما في البداية تلاقي مثلا عنده استبراغ استبراغ دات مش طبيعة واساسك تاني مثلا هتلاقي العلامات بتادي تظهر على وشه له مثلا رايبنا هيقولك لأ انا والله تعبين انا عايز ان يبتدي يتهرب من اي خروجة او اي مكان او اي تجمع رايحه بحيث ان انت ما تغديش بالك فانتي في الحلقة دي قوي لازم تركيز مع ابنك او بنتك ابدأ اشوف وابدأ اشوف انا واقف مع حدك وابدأ ان انا صاحبه وابدأ ان انا هو هنتفق ان هو مش هيقبل في الاول وخصوصا لو كان مراهج في اباء وامهات بيشد قوي في الحتة بس ده غلط لان مثلا لو انا لقيت امي او بابايا بيقس علي في حاجة زي كده ويمنعني وانا اصلا ما عنديش الاراضة عنديش الاراضة فانا بالتالي هحاول بقى طريقة ان انا برضو والجأ للحاجة اللي انا بخدها عشان اخدها من وراها او خلاص ففعلا لازم يكون مقتنع ان هو من جواي لازم يتغير ان هو كده يتدمر ومستقبل ويتدمر وحياته كمان بتتدمر لو ما اقتنعش الانسان لو ما اقتنعش بأي حاجة مش هيعمل حتى لو انت وديته غصبا عنه مثلا مساحة اولو دكتور هيهرب بس ممكن اودهوش غصبا عنه انا لو عايز عالج ابني انا ممكن الجأ لحل تاني ممكن مثلا ان انا وديه الطبيب نفسي الاول يصحبه ويبدأ مش لازم اعرفه ان انا رايحة لطبيب نفسي فاهماني اه ارائم على العلاقة الاول ابدأ اصحبه او اجيب المعالج النفس يصحبه لا يستمع دي تقريبا اهم حاجة اصلا في العلاج فاول الطرق بتاعت العلاج ان هو لازم يسيطر عليه حتى يبقى من جوا عارف ان هو يحاول يتخلص من السم لجوا ويحاول ان هو يأمن حياته زي ما كانت في الاول هدي بقى بتجي رغبة المدم نفسه ان هو عايز يتعالج ماشي لو المدم ما عنده رغبة اصلا هو ما عنده رغبة ان هو يتعالج هو مش عايز يتعالج انا كأم وابا ساعده ازاي هديله مثلا ان هو لازم افكر ويبتدي يفكر في مستقبله شوية يبتدي ينسل يعني خلاص ضيعت من عمرك دو تعال بقى يلا امشي في طريق صح حاول ان انت تغير من نفسك حاول تبقى احسن حاول تبقى شخص يجب وليس افهم ان انا معاك انا مش ضدك ماشي خلينا ماشي في طريق ايه اغلطت لكي غلطت خلاص عدت احنا في الجاي بقى احنا بالضبط المشكلة ان هي لما يسيطر عليه يعني مش بيبقى من اول مرة خلاص خد المادة دي او الجرعة دي فخلاص بقى مدني الادمام بيبقى ليه كذا درجة تبقى مراحل اه بالضبط يعني اول مرحلة بتوقيت تجربة انا عايز اجرب الحاجة دي على فكرة ميبقاش متخيل ان هي ممكن في يوم الايام تسيطر عليه هو لا انا استحال انها متخيل كده مش هي جرب ها انا هو لما جربها في الاول لا هو بس هو متخيل وهو بيجربها ان انا لما عوز بطلها في اي وقت هقدر بطلها انا يعرفش ان هي تسيطر عليها المدى تتملك من جسمه وكل حاجة فيها وانه مقدرش يستغنى عن الحاجة دي الا غير بقى لما يلجأ مثلا لما صحة او اي حاجة كده هي في الاول بتبقى مرحلة تجربة بالنسبال انا هجرب بس فهي مش حتى لو بتسيطر مش هجري هتسيطر علي لان انا بس بجرب تاني مرحلة بيبقى متقطع اللي هو مرة هياخد مرة لا فحتى لو متقطع برضو مش هتسيطر علي بعد كده بيبقى درجة التحمل بس هو علشان ياخدها تاني مرة هو بيزود الجرعة اللي بياخدها دي بقى درجة التحمل عشان يقدر يوصل للحالة اللي وصل لها في البداية فانا كلما باخد كلما بزود الجرعة افاكر انه هيوصل لنفس الحاجة المتعة اللي هو حسط الاول او اول ما خد الحاجة دي تهدي شوية هم بقى يبقوا معتقدين انه هم بيهد فهم انت بس وعن كل حاجة يعني بتضيقني فانا هبعد عنها بالطريقة دي اعايز اقولك انه بيأكل كتير يعني واحد بياخد عشيش بيأكل كتير بيبطل اكل بيحسر له اه بيحسر اه ممكن في الاول يأكل كتير فعلا ويبقى ازيادة نشاطه عالية جدا ويبقى كل حاجة فيه مصبوطة اللي هو عادي لان هي لسه ما تمكنتش منه لكن بعد كده بتصيطر عليه بطريقة غريبة بيبقى اهم حاجة عامده انه هو ياخد المخدر ما بيفكرش اصلا لا في اكل ولا في اي حاجة فبالتالي بتلاقي والوزن بيمزد هو بيبقى فاكر مثلا يعني في ناس بتاخده اللي هو مثلا انا عايز ازود ساعات العمل بتاعتي ان انا عايز اشتغل اكتر بس دي بتاع بالشغل بيحصل في البداية ايمان يعني بيحصل في البداية لكن بعد كده لاب ما بيقل لانه هو بيقصر حالات خمول وهمدات وبيقدرش يعني انت بتعمل اي بتعمل كده النهاردة عشان تشتغل مثلا فاكر ان انت تشتغل بكرة عشان يقدر ان هو يطبق امعيش فلوس مثلا ان انا اجيبي الحاجة دي فهي مسيطرة علي انا لازم انا اخدها يسرق اضطر لان قوي اه بالضبط بينزل ببسي لو ما اقدرش يسرق من حد قريب بينزل الشارع بيسرق ممكن يثبت الناس ويمشي في الشارع ممكن يتهجم على اي حد هو مش وعد بالضبط اي حاجة اجيب منها مثلا المادة اللي انا عايزها المادة اللي هي تكيفني وخلاص مش مهم بقى انا ايه اسرق اقتل اعمل اي حاجة لهم ان انا اجيب تمن الحاجة اللي انا اخدها ديت عشان بس هي علشان كده المخدرات اصلا بتأثر بالسلب على المجتمع يعني انا علشان بيضر المجتمع بيضر لانه بيأثر على امن واستقرار المجتمع بسبب الجرائم السرق الجرائم القتل العنف اللي بيحصل وممكن ييده تتمدى على مامته او اي حد من البيت عشان مش عارف ياخد فلوس بالزبط ودي حصلت كتير وبتلاقي مثلا حاجات بتبتدي تختفي من البيت لو هوا مسلا ما قدرش ان هوا مسلا يسرق منبرق او يعمل اي حاجة تبتدي في البيت تلاقي مثلا فلوس موبايلات في اي تبق الزايفة فلازم يعني الاب والام ياخدوا بالهم من كل حاجة وبالذات سن المراققة لان سن المراققة ده عايز اقولك هي بتبتدي مثلا ممكن تبتدي مثلا من ايام السنة تلاقي الواحد مش قادر ان هو يركز بس هو بقست ان هو بسن المراققة بيحصل اكتر ان هو الصحبة يعني انا امامتي وبابايا لو مربيني على مبادئ او ان انا صحابي كويسين مش هلجأ للحاجة دي هو اصلا اكتر المدمنين بيبقى في سن المراققة لان سن المراققة بيبقى سنة يقدر يتسيطري عليه لو انت قريبة منه بيسمع كتير للي برا لأه علشان كده بنقول لازم الام والاب يصحبوا ابنهم عشان كده يبقى كتير لكن لو انت مش عاملة كنترول خلاص هو هينضر لأي حاجة يعني اي حد هو اللي بيسيطر او اي حد اي حد اي حد اي حد اي حد صحبه اي حد اي حد اللي برا هو اللي بيسيطر وخصوصا ان هو بيبقى شايف ان صاحبه دا لو كده في المجتمع شايف ان هو بقى القدوة بتاع الولد الشبح وكده قابلتنا حالات كتير طبعا اللي هو شخص مضمن حصلت قدامه كارثة او مصيبة فهو مش قادر ان هو يتحرك اصلا يتصرف فيها لازم اخد المفعول الاول بتاع المخدر عشان اقدر ان اتحكم واتواصل مع الناس وابقى بني ادم طبيعي بزاف بزاف بتبقى تقريبا كمسكن لي او كمنشط حاجة بياخدها بتديره طاقة بس ده برضو نقدر نقول انه بيبقى في البداية يعني اه بعد كده بيبقى واصل المرحلة اصلا بيبقى ميت عايش يعني بعد كده تبقى مجرد مسكن لأوجاعه اللي هي بتظهر عليه لما بيحب انه يبطل يعني لو جي يبطل بتظهر طبعا نوبات العون في معاه والواجع اللي بيبقى في الجسم وكده فهي بتخلصه من كده بس لكن ما بتدوش اي نشاط نعم علشان كده لازم اول ما ابدأ ان انا اقرر ان انا تعالج سواء شاب او ام قررت ان ما ينفعش عالجه في البيت لان في البيت هقولك في البيت مثلا ممكن ايه بتجيله نوبات من الصرع وبتجيله حاجات اولا انت مش هتعرفي تتسيطري او تتحكم زي ما يكون فيه مسحة تحت رعاية اطباء ايوه وبعدين المسحة اصلا هتعالجه ازاي هتعالجه لان هي كنترول ما فهوش المادة اللي هو يعني مثلا لو في البيت وقال انه هيبطل او انت منعتي ممكن بأي طريقة تانية انه يلجأ وياخد ايا كم منين حتى لو بص هيقلب الدنيا وهياخد لكن في المسحة بيكون الالاب افضل لان هو لازم في البداية اصلا يبقى عنده رغبة انه هيتعالج لانه لو عنده رغبة انه يتعالج حتى لو راح مسحة مش هيتعالج مش هيعرف يعمله لو عنده رغبة مش هينفع انه هيتعالج في البيت اصلا لان لازم نوبات عمف ممكن يتؤدي الانتحار او يز الشخص اللي معاك فهو لازم المسحة لانه محتاج مرقبة دايما الاهل مش هيبقوا على قدر واعي الحاجات اللي المفروض تحصل عشان ابدأ اخرج السموم من جسمه اللي دخل الجسمه فانتي المسحة هي دورها كده اتخرج واحدة بيبتدي كده يبدأ اه يتخلص منه واحدة حتى بنشوفها في الافلام المسلسلات لو شخص مدمن ووالدته عايزة اللي هو يبطل بتسأل الدكتور يعني امنها مرة واحدة بيحذرها اوعي تنعي عنه مرة واحدة هتجيب اه بالزبط ممكن تقدل الوفاق مرة واحدة وفي حاجات تظهر عليه يعني احنا ما تكلمناش عنها والتأثيرات اللي هي عضلة القلب دي بتنتهي تقريبا ايوه بتأثير الشرايين بتتسد والطحال والكبد بتشرب سجارة عادية الدخان لوحده احنا كننا بنشوف الصور بتاعت الرئة على علب السجاير يعني بتبقى صورة بصراحة فضيحة دخان عادي بيعمل كده سواء كان دخان سجاير او الشيشة او كلام ده بس بتبقى حاجة دخان عادية ده غير انه بيحصل ليس سموم زي دي اما السموم دي بتبقى انظمها في الجسم ده غير انه بيحصل له اصلا فشل كبد وتلف في وظيف الكبد والكبد وظيفته ان انا اخلص السموم اللي في جسمي فما بالك لما انا بدخل السموم بيحصل له سرطان رئة يعني عايز اقولك مثلا انت لو سمعت ان في ناس كثير طلعت وقالت احنا كنا بناخد كذا وكنا بناخد كذا وكنا بنحس باعراض كذا وبعد كده لما تعالجنا لقينا الدنيا بقت احسن احنا كنا بنفكر بالطريقة دي احنا كنا فاكرين ان الحاجة دي هتقدر خلينا نعيش ونكمل ازاي ازاي نجمو انه هم لجأوا للحاجة دي من البداية هو ازاي انا ما فكرتش اصلا في حل المشكلتي من البداية انا ليه اخترت الطريق السهل هو كده الشاب بيروح يختار الطريق السهل لحل مشاكله طيب ماهو ده مش حل هو يأثر عليك هو بيبقى اصعب بعد المشكلة كلنا عارفين الحياة مش كلها مثلا محزن ومش كلها فرح يعني يوم كده ويوم كده حتى لو مشكلة مهما كانت كبيرة بتنتهي فانت بقى باللي انت بتعمله ده انت بتكبر المشكلة اللي هي مش هتمتهي هو اصلا لو فكر فحلها من البداية ما كانتش خدت معه الوقت بالزبط هو لو فكر فعلا في حال المشكلة نفسها مش اللي هو يهرب منها المواجهة نفسها حل مش اللي انت بتهرب بحاجة تانية ما هو بيبقى فكر كده يعني مثلا انا دلوقتي حصلت لي صدمة معينة في حياتي اللي انا عايز اتخلص منها انت بتلجأ لحاجة تانية هتضر حياتك اكتر واكتر تم تواجه الصدمة حتى كل الناس بصي بتمر اتمنى بربنا ويقين ان هيحلها وانا لو متردبي على مبادئ انا لو الام والاب مردين قدوا اطفالهم على مبادئ حرام وغلط والصح والعيب مش هيعمل مش هيرجأ مش هيبقى ده اول طريق لي يدخل بالزبط مش هيخش الطريق وبعدين برضو لازم الواحد ينقي بيئة ايجابية يكون فيها بالزبط لولاد انا لازم بيئة بتختلف البيئة يعني ممكن واحد صاحبي يقول لي ايه تب ما تاخد تجرب ما تاخد عشان يعني هم بيقولوا البعد تاخد عشان هيا اه هيا دي اللي في البداية لما تكلمنا في البداية نقولك على سبيل التجربة عايز اقول لي في واحد ممكن انه هو اصلا بس هو اصلا من جوا عايز يبطل ومش عارف بس مش حابب يشوفك طبيق احسن منه تفاهم وجهة النظر وامراته عايز فما وطم هذا ممكن يؤثر على الجنين وتشوهات وغير 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 اي طاية انا المفروض ابو ام وقضوة لولادة ازاي ازاي اخد مخدراته طبيعية هم مش خايفين على حياتهم بتحتيتك هيخافة على أولادهم بس اللي ما بيخافش على نفسه مش خايفة على خيات بتبقى نحية الرجالة اكتر بحسها كده اه لا بس هي يعني البنات اللي قطيتها منهم شوية اللي هي برضو هروب من المشاكل ممكن زيادة فراض بالضبط ما هو يعني الرقل احساس كله بيبقى على الأب والأم انتي ممكن تلاقي الأب بيشرب بكل حاجة والأم عاملة كنترول يعني حتى لو ابنها بيبص بتأثر عليها بس بتأثر اه يعني بتأثر على الطفل بالضبط وبتأثر على الأسرة هي الأسرة بتنتهي أصلا بس انتي ازاي أصلا يعني يا مام يعني هو يجي يا مام انتي ازاي بتقولي لي ده غلط وبابا بيعمل اه وبابا بيعمل معي الطفل الصغير برضو ومدرك قوي انه يعني ياخد يستجيب لكلام مامته وادما في سنه صغير ده غير أصلا انك يعني لو الأم ده احنا كده بنتكلم لو الأم عارف تكمل معاه لأنه هو واحد بيشرف مخدرات ممكن يقوم مثلا ده ممكن يقوم يتعصب عليها يضرب بيحصل حالات من ده كتير ضرب وحالات العنف اللي بتحصل ما هو نشوف حالات الطلاق واللي بيحصل يعني معظمها تلاقي سبب كده بتبقى أسباب زي دية بتخليه مثلا أنه مش قادر أنه يتملك نفسه في وقت غضب ساعة غضب حتى لو هي ما عملتش حاجة أو مشاكل في البيت لا وكمان بيحصل أزمة مادية في البيت فدي كمان بتبقى سبب من أسباب الشيء بتعمل تقلص بصي هو فيه أصلا معروف فيه ستات كتير ممكن تتحمل معاك الظروف ممكن تحمل أنت ممكن تلاقي واحد تحمل أنت مش قادر تكفي بيتك وعايز تجيب المادة ما هو كلهم بيبقوا كده ومش مهم الأسرة ولا مصاريف بيت ولا ولا أي حاجة لو الأسرة أصلا مادية كويسة بيبدأ تقل بتقل لماديات هاتفة بلقى معاك درجة الإفلاس على فكرة يعني لتبقى الشخصية عايشة في بيئة متوسطة ففضل يصرف 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 على الحاجات دي بيقولك يجي بمرة بيقولك فهي سجارة هشربها سجارة في سجارة خلاص الموضوع بيتطور معاك او بيتطور من ناحية دي وبيبسي مثلا جرائم سير اه ايان كان ايه مواضي ظروفه المادية مستمحاله من هو يجيب الحاجة الاسكافة حكثر هو بتأثر على ولاده انا لو مدخل ولادي في مدارس خاصة انا مديا الظروف تبقى زي الزفت غصب عني بسهل هو ينفع الشخص بيختلف معا مدة العلاج من شخص الاخر او دبت يختلف فعلا بس هي عمتا بتبقى من شهر ل 6 شهور على حسب هرمونات الجسم على حسب نوع المخدر اللي بياخده على حسب الشخص نفسه تختلف من شخص الاخر على حسب هرمونات الجسم في واحد تلاقيه مسلا ما بيستحملش في ناس مثلا الحاجات بتتعب معدتها بتتعرض لأعضاء يعني أعضاءها نفسها بتتعب بيحصل لها مثلا نتذات في الشرايين زي ما قلنا تلاقي العين حمرار في العين في ناس مثلا الحاجات بتعمل عامة عندهم كتير من الزبط للأسف وقت حلقتنا انتهى ما حب أشكر زماليقي شكرا يا آيا شكرا يا إيمان ونقول نصيحة لكل أم وقبي ياريت نخلي بالنا من أولادنا ولكل شاب بلاش تلجأ لحل مشكلتك بانك تروح للطريق الأقرب يعني حاول تفكر علشان تنتيه بشكل صحي معي ونشوفكو في حلقة جديدة من برنامج النيل اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته